اهلا وسهلا بكم لمشاهد التغيير يطيبوا لي أن أرحب بكم وأنا ألتقيكم مجددا حبتي المشاهدين لم يبقى على المهلة الدستورية أمام رئيس الجمهورية لترشيح رئيس وزراء مكلف بديلا عن الرئيس المستقيل سوى أيام معدودات ويبدو إلى ما يصلنا ومن خلال متابعاتنا أن هذه الصورة غير واضحة تماما حتى عدى القيادات السياسية المسؤولة والتي تتفاوض والتي تحاول أن تصل إلى مرشحا حقيقيا لهذه المرحلة وهذه الصورة قد تعودت عليها القوى السياسية وقد تعودنا نحن أيضا عليها وسبب هذه التقاطعات هي المصالح الضيقة لهذه القوى السياسية والتي تحاول أن تفرضها فرضا على الآخرين لكن هل الصورة اليوم تتغير كما يجب أن تكون أو تتغير وفقا لمعطيات موجودة على الأرض والكثيرون يقولون أن العلة في هذه التقاطعات وفي هذا التلكؤ يعود إلى المنهجية التي ابتدأت منها القوى السياسية ومفهوم المحاصصة والمغانمة وكلما حاولت أن تبتعد قدما أو خطوة واحدة ضد هذا المفهوم أو ضد هذه المنهجية تستدم بجدران فولاذية ولكن وضمن قراءاتنا للواقع وهو حقيقة أن القوى السياسية اليوم أمام خيارين أما أن تخرج من هذه الشرنقة ومن هذا الموت ومن هذه السياسة وتتصدى لكل القوى الأخرى التي ما زالت تريد أن تفرض أسلوب المحاصصة والمغانمة والخيار الثاني أما أن تبقي على هذا المنهج كما تعودت عليه وبالتالي فأنها ستواجه الجمهور هذه النقاط وغيرها سوف أنقلها لضيفي الكريم في الستوديو رئيس كتلة النصر النيابية الأستاذ عدنان الزرفي أهلا وسهلا أستاذ عدنان أهلا وسهلا بك عزيزي أستاذ نجم أنا أشكرك وأسف أن تأخرنا عليك كلمة السيد الرئيس مجلس الوزراء ولكن أبدأ أنت تقرأ الواقع بشكله ومتمازج معه لكن أريد أن أسأل بظروف حالية من هذا النوع وأزمات مركبة في العراق هنا لك أزمة سياسية وهنا لك أزمة اقتصادية وهنا لك أزمة صحية وأزمة اجتماعية رجل المرحلة المكلف الذي سيأتي ما هي مواصفات هذا الرجل الذي يستطيع أن يتماهى مع كل هذه الأزمات ويفككها بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك ولمشاهديك العزاء عزيزي أستاذ نجم بحقيقة العراق يمر بمرحلة خطيرة فقد تحولت الأمور من أزمة يمر بها العراق إلى كارثة محدقة باقتصاده وكارثة محدقة بصحته وأمنه وبالتالي العراق يحتاج إلى قيادة وليس فقط رئيس وزراء يحتاج إلى قيادة سياسية ناضجة وتدير دفة الحكم في المرحلة الانتقالية القادمة وتضع أساسيات لبرنامج مختصر يحاق أن يخرج بأقل الخزائر التي سيفرضها قلة الإيرادات التي يحصل عليها العراق وبالتالي فلا بد أن تكون هناك إجراءات فوق الاعتيادية لإصلاح هذا النظام الاقتصادي وإصلاح الهياكل الإدارية أيضا في الوزارات والتي سببت عبر سنوات طويلة بهدر المال العام وعدم وضوح العوامل الإنتاج في هذه الوزارات الحكومة القادمة عليها أن تكون شجاعة بما يكفي أن تتخذ من إجراءات حادة اتجاه القطاعات الغير منتجة وتصفيتها بغية المحافظة على نمط واحد من النشاط الاقتصادي في القطاعات الحكومية الخدمية والإنتاجية يحافظ على قدرة الدولة على الدفع الاستحقاقات الأساسية للموظفين في هذه القطاعات وكذلك في القطاعات الأخرى القطاعات الصحية والرعاة الاجتماعية والبطاقة التموينية وكلف الأنشطة الزراعية استحقاقات المزارعين وغيرها من النفقات التي يتأثر بها المواطن البسيط في الشارع الأراضي يعني يبدو لي وأعتقد أنه يبدو لك أيضا أن هذه القوى السياسية رسمت لأنفسها حدودا تسميها حدودا مقدسة لا يمكن المساس بها وهي مكاسب ومصالحها واستدمع اللاوي بها في مرحلة من المراحل ولم تمرر كابينته المرشح القادم من سيوفر له مساحات كافية للحركة ضد هذه القوى وبالتالي يرسم برنامجا أو منهجا أو يختط منهجا سياسيا يعبر به على هذه الأزمات كلها لا يمكن تجاوز القوى السياسية في عملية تشكيل الحكومة ولا يمكن تجاوز أيضا القوى السياسية في عملية عمل الحكومة باعتبار أن النظام السياسي ونظام برلماني وبالتالي رئيس الوزراء يحتاج في كثير من قراراته ونشاطاته اللجوء إلى مجلس النواب لتعزيز دور الحكومة وبالتالي هو يحتاج إلى أسناد هذه القوى السياسية في المرحلة الانتقالية ولكن هو أيضا تعتمد على شخصية رئيس الوزراء المكلف القادم وقدرته على أقناع هذه القوى السياسية بأن العراق يمر بتحديات داخلية وتحديات خارجية وهذه التحديات الخارجية جعلت من العراق الآن يعيش تقريبا عزلة دولية وعزلة قليمية نتيجة السياسات السابقة التي مارستها الحكومة وبالتالي يحتاج العراق أن يستنزف كل المساعدات الدولية بكافة أنواعها الأمنية والسياسية والاقتصادية والصحية لغرض دعم الحالة المجتمعية التي عادت وسيطانيا من النفس في هذه الخدمات هل تعتقد أن أسلوب الإقناع للقوى السياسية ممكن أن يجدئ نفعا؟ هل هم غير مرطلعين على ما يجري؟ وبالتالي ما هي الأساليب أو الوسائل التي تكون أكثر فعالية في أن هذه القوى السياسية يجب أن تقتنع ولو لمرة واحدة أن تقدم مصلحة الوطن على مصالحها في ظرف استثنائي كما تشخصه حضرتك بدقة من خلال حواراتنا المستمرة خلال العشرة أيام الماضية مع مختلف القوى السياسية وجدنا تفهما كبيرا للمشاكل التي تحيط بالعراق سواء هذه المشاكل الدولية التي نتجت عن ضعف السياسة الخارجية العراقية وأيضا المشاكل الداخلية التي ولدتها السياسات الغير منضبطة التي مارستها الحكومة خلال العام السابق وأثرت بشكل كبير على نمو الاقتصاد وأثرت بشكل كبير على الحالة المجتمعية والحالة الأمنية ولذلك أعتقد القوى السياسية أدركت بشكل كبير أنها بحاجة إلى أن تتفاهم بشكل أوسع وأدق مع شخصية رئيس الوزراء القادم لوضع معالجات وحلول قد تعصف بالنظام السياسي الذي تتكع عليه هذه القوى السياسية وبالتالي هي تحتاج أن توسع من دائرة التفاهمات وتحاول أيضا إيجاد الحلول مع السيد رئيس الوزراء سواء الحلول الأمنية الداخلية ومعالجة مشاكل الاعتداء على المتظاهرين والضعف في الاقتصاد المحلي وتفشي المرض في عموم المحافظات أعتقد هذه الملفات لا يستطيع رئيس الوزراء المكلف وحده أن يدير هذه العملية خلال السنة القادمة وإنما يحتاج إلى فريق ويحتاج إلى تعاون هذه القوى السياسية لغرض السيطرة على الأوضاع في البلاد أريد أستثبر صراحتك وكما عهدتك صريحا وشجاعا وتقول كل اللي بقلبك على قول تهنى قبل شوية قلت دخلنا في حوارات ونقاشات مع القوى السياسية بخصوص هذه الأزمة أو الرئيس المكلف اللي يلي قدام نقول له الله يساعدك هل وجدت فعلا أن هذه القوى السياسية لديها رغبة وجدية حقيقية في أن تتعامل مع الأزمات كما ينبغي أم أنها ما زالت متقوقعة تتمحور في ذاتها وفي مصالحها وحتاج تعطيني شذرات أو أمثلة من هذا حسب حواراتي مع أغلب الأخوة في القوى السياسية وجدت تفهم كبير للمشكلات العميقة التي يعاني منها الشعب العراقي ومحاولة أيضا جدية للخروج من هذه الأزمة تبقى ظروف المحيطة بهذه القوى ومقدار اندكاكة بالأمور الاقتصادية والسياسية والأمنية والمصالح الضيقة للبعض من المتشبثين بهذه القوى وليس هم قيادات القوى السياسية هناك طبقة طفيلية تعيش بين صفوف هذه القوى السياسية التي تحاول على الأقل أن تحسن صورتها للانتخابات القادمة أمام الجمهور وأمام أبناء الشعب العراقي لذلك أنا وجدت أكو صراحة حرص كبير من القوى السياسية لتجاوز هذه الأزمة ماذا تعني بالطبقة الطفيلية أستاذ عدنان؟ وهل هي جزء من العملية السياسية أم ملحقة بها؟ هذه الطبقة هي ملحقة بالعملية السياسية وليست هي جزء من العملية السياسية هم وظفون نفعيون استغلوا ضعف الجوانب الفنية في القيادات السياسية والحزبية وحاولوا التسلل إلى مواقع في القرار الإداري والحكومي وحاولوا العبد بمقدرات الدولة ونالك العديد من هذه الشخصيات شخصت وكتب عنها وتحدثنا عنها في مرات عديدة هذه الطبقة هي التي أثرت على مجمل النظام السياسي وليه التي حاولت زعزعة ثقة الطبقة السياسية أو ثقة المجتمع بالطبقة السياسية وبالتالي زعزعة ثقة المجتمع بالنظام السياسي احنا تحدثنا أن هذه الطبقة الطفلية يجب أن ترحل من جسد الدولة ويجب أن ترحل من تحت مظلة القوى السياسية التي جاءت إلى السلطة ووجدت هذه الطبقة أمامها تتستر طارة بالوطنية وتتستر طارة بالدين والمذهبية وغيرها من الأطر أعتقد التخلص من هذه الطبقة يكون ضروري بالنسبة للقوى السياسية طيب الآن منصب رئيس الوزراء هو منصب كما متفق بين القوى السياسية هو منصب القوى الشيعية هل القوى الشيعية أو ما هي شروط القوى الشيعية على المرشح أو على المكلف وهل ما زالت الانقسامات كبيرة داخل البيت الشيعي على مرشحهم هل انحصلت باتجاه أسماء محدودة هل نحن في طور الإعلان وصلوا إلى الخاتمة حقيقة القوى شكلت لجنة السباعية وهذه اللجنة السباعية الآن تجتمع لحد هذه اللحظة بدأت اجتماعاتها لتحديد معايير لغرض اختيار رئيس الوزراء يكلف لممارسة تشكيل الحكومة خلال الفترة الانتقالية التهيئة للانتخابات القادمة وأعتقد لم أطلعني على هذه المعايير أتمنى أن تنشر هذه المعايير حتى يطلع عليها أيضا أبناء الشعب العراقي هذه المعايير ستحدد شخصية رئيس الوزراء القادم مبنية على مجموعة من الأسس التي تحاول الخروج من هذه الأزمات وهي ربما نلخصها بثلاث أزمات هي أزمة علاقات العراق الخارجية بالمجتمع الدولي وأزمة داخلية تتمثل باتساع الاحتجاجات ضد السلطة في عموم محافظاتنا في الفراد الأوسط والجنوب وكذلك العجز المالي الذي سببه انهيار أسعار النفط بشكل مفاجئ وكذلك تفشي مرض أو فيروس كورونا في عموم المحافظات وانتقالها من دول مختلفة إلى العراق أعتقد هذه الأزمات هي أزمات محددة أمام سيد رئيس وزراء القادم طيب اللجنة السباعية هذه اللجنة السباعية الضمن هل هم موثرين عن قوى سياسية هل هي تضم طيف واحد من اختارها بموجب من قانون تشكلت ما هي وظيفتها هي حقيقة مع مجموعة من المرشحين لتنظر بها القيادات السياسية واختيار شخصية لتقديمها لسيد رئيس الجمهورية أنا متفاجئ من قولك عندما تقول يعني لم أطلع حتى هذه اللحظة على الشروط والإعلام يكتب والناس تتحدث أنك المرشح الأوفر حظا حتى هذه اللحظة الحقيقة أستاذ نجم اللجنة الآن هي تجتمع في الساعة التاسعة المفروض يكون اجتماعهم في أحد مقرات الكتل السياسية ولحد الآن لم تنتهي من وضع هذه المعايير وهذه الشروط التي يجب أن توفر في الشخصية المرشح لرئيس أن يكون مكلفا لتشكيل الحكومة القادمة أعتقد هذه الليلة سيتم استكمال هذه المعايير ورفعها للقيادة السياسية وننتظر ماذا ستخرج هذه اللجنة من مقررات واتجاهات هل نقول مبروك مقدما؟ حقيقة العملية ليست سهلة سيد نجيم العملية تحتاج إلى نشاط أكثر من هذا النشاط القوى السياسية عليها أن تختار من له القدرة على أنقاذ البلاد في هذا الظرف الحرج هناك مشكلة أمنية داخلية هناك أزمة خارجية في مجلس الأمن العراق بعثت الأمم المتحدة تعرض كل ثلاثة أشهر تقريرا قاسيا ضد الحكومة العراقية في مجلس الأمن الدولي وربما هناك عقوبات قادمة ضد العراق نتيجة اتهاماته في انتهاك حقوق الإنسان وانتهاك الحريات العامة والقتل المواطنين المتظاهرين في المحافظات هناك أزمة فعلية في الاقتصاد ربما يهدد رواتب الموظفين ورعاية الاجتماعية وغيرها من النفقات العامة نحتاج ليس إلى رئيس وزراء يعني يقاس أو معاييره تقليدية وإنما نحتاج إلى معايير أكثر دقة وأكثر حرفية وأكثر مهنية وأكثر براغماتية للتعاطي مع ملفات مهمة تحاول إنقاذ البلد وليست هي تمرير فترة زمنية الذي يفكر في تمرير هذه الفترة الزمنية لحين الانتخابات والتي هي تعتبر مطلب جماهري لا يمكن تأخيره هذه المعايير يجب أن تكون معايير ذكية جدا وتحاول أن تخفف من خلال رئيس الوزراء الأزمة الكبيرة والهوى الكبيرة بين القوى السياسية وبين الشارع المحتقن والمتذمر والذي سيتذمر أكثر بعد تأثير هذه الأزمة الاقتصادية خلال الشهر القادم تمام الآن أنا مرات أحب العالم الافتراضي لأنه قد يعطيك فسحة من الأمل أو يسمح لك بأنك تتخيل ولذلك بلغة الافتراضات وأن الكثيرين يؤكدون أنه الأمور ستحسم لصالحك ولكن أسألك فيما لو حصل هذا الأمر معك وأصبحت مكلفا وأصبحت رئيسا لوزراء العراق ما هي عناصر القوى التي ترتكن عليها وتعمل بموجبها وتكون مداخيل للنجاح في ظل صراع سياسي محتدم موجود وفي ظل أزمات على ماذا تعول أستاذ عدنان حقيقة أستاذ نجم ليست هناك عوامل قوة تساعد الرئيس وزراء الرئيس المكلف القادم وفي الحقيقة علينا أن نبتكر وأن نفكر ونستخدم عقلنا لغرض إيجاد حلول سريعة ومعالجات جدية العالم ينظر إلى العراق كحليف مهم في المنطقة ونحتاج إلى أن نقنع الدول العالم بأن تقدم يد العون والمساعدة لدعم الاقتصاد العراقي هناك عدة آليات ممكنة أن تقدم نوعا من الحلول لهذه الأزمة سواء النشاط السياسي الخارجي أو النشاط الاقتصادي المحلي هناك العديد من المفردات الاقتصادية المهمة لداخليا والتي تشكل رصيد مهم للاقتصاد المحلي قد أهملتها الدولة وحاولت إقصائها بشكل متعمد وخاصة القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال وحتى الطبقات الصناعية البسيطة والطبقات التجارية البسيطة والطبقات الزراعية البسيطة لم تلتفت لها الدولة خلال الفترة السابقة وحاولت أن تكتفي بإشغال البلد بالموازنة وعمليات الإنفاق المنفلتة الغير مسيطرة عليها في العديد من القطاعات هناك أيضا نوع من النشاط الاقتصادي الخارجي يتمثل في قدرة العراق على استقطاب عناصر اقتصادية قوية من خارج العراق سواء عن طريق الاقتراض للمشاريع الصناعية أو الزراعية ودعم قطاع الطاقة النظيفة وهناك مشاريع كثيرة لدى الاتحاد الأوروبي قدمها للعراق لكن العراق أهملها نتيجة فساد الوزارات خاصة وزارة الكهرباء وبعض الوزارات الأخرى التي لم تستفد لا من خبرات هذه الدول واعتمدت نفس السياسات السابقة في عملية إدارة الوزارات القروضة التي أثقلت الكاهل العراق يجب إعادة النظر بها وهي تشكل روافد مهم من روافد الموازنة لا بد أن توجه باتجاه تحريك القطاع الخاص إصلاح المصارف إصلاحا سريعا سيشكل أيضا نقطة في إصلاح المنظومة الاقتصادية تغيير نشاط وزارة المالية من نشاط يعتني بالموازنة إلى نشاط يعتني بالمال وهذه صلاحيات السيد وزير المالية لكن وزارة المالية أصبحت عبارة عن صندوق لخزن الإرادات المستحصلة من القطاعات وخاصة القطاع النفطي وعدم استثمارها بطريقة حرفية تزيد من الإرادات المحلية هناك جملة من النشاطات القطاعية تحتاج عملية جراحية لذلك نحتاج إلى أن القوى السياسية تسند الرئيس الوزراء المكلف في إجراء هذه الإصلاحات وهذه الإصلاحات لا بد أن تأخذ ما أخذها نعم لدينا الآن فريق ممتاز من الأخوة الأعضاء في مجلس النواب وهم يعملون ليل نهار على جمع البيانات وإيجاد الحلول هناك العديد من الشركات في القطاع الخاص عرضت الآن مساهمات فعلية في إيجاد حلول لبعض القطاعات لدينا بعض الأخوة لديهم رؤى لاستثمار قطاعات خاملة مثل قطاع النقل الذي يفترض أن يشكل أحد أهم روافد الموازنة فهو قطاع مهمل وتشوبه البيرقراطية الكبيرة هناك علاقة غائبة بين العراق وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاقتراض الخارجي الذي شكله في مرحلة أساسا في دعم الموازنة هل تشعر وبصراحة متناهية من خلال حواراتك ولقاءاتك ولقاشاتك مع القوى الشعية أن هذه المرة إذا ما تم ترشيحك أو تكليفك كواحد من الخيارات المطروحة الآن لديهم جدية بكونهم أغلبية سياسية أن يمرروا هذه المرة على خلاف ما حصل مع علاوي أم أنهم يبحثون عن ضحية جديدة والله حقيقة أستاذ نجيم أنا وجدت أكون قلق لدى القيادات السياسية وهم كبير في تجاوز هذه المرحلة بأقل الحسائر هذه النظرة هي نظرة متفائلة لكن لا أعلم إذا كانت هناك جدية في تكليفي لهذا المنصب أم من عدمه أنا طرحت عدة معالجات في لقاءات مختلفة وهذه المعالجات لاقت استحسان الكثيرين ممن تحدثت معهم وهم يعلمون خبرة الإدارية وخبرة في مجال ضبط الأمن وخبرة في مجال تقليص النفقات الغير ضرورية وتحريك الاقتصاد ودعم القطاعات الانتاجية وتشجيع الاستثمار وتشجيع القوى العاملة في القطاعات المختلفة تحريك الشارع بشكل إيجابي استكمال المشاريع الخدمية المتلكئة والتي لا تحتاج إلى كلف وموازنات وقفني عد عبارة وقيمة هذه المبالغ وقيمة هذه المشاريع التي وهي مشاريع متوقفة قيمتها 200 تريليون دينار عراقي ربما نستطيع إنجاز العديد منها بكلف قليل لا نحتاج إلى أعداد موازنة جديدة كما يصفها سيد رئيس الوزراء لأن الموازنة الجديدة ربما سيكون فيها عجز كبير لا تستطيع الإرادات المستحصلة تغطيته هذه العملية الجراحية لا بد أن تكون مدعومة من القوى السياسية القوى السياسية إذا اختارت شخصية ضعيفة ربما سيذهب البلد إلى محذور كبير نأمل أن لا نذهب إليه الأزمة الاقتصادية أزمة تختلف عن الأزمة السياسية الأزمة الاقتصادية ستؤثر بشكل مباشر على الفقراء وعلى الناس الذين يعتاشون على مبالغ الرعاية الاجتماعية وعلى البطاقة التنوينية وعلى مبالغ المزارعين وغيرها من القطاعات الصغيرة التي تمارس نوع من النشاط الاقتصادي الساند للحكومة وبالتالي الحكومة القوى السياسية مدعوة إلى تعزيز خياراتها بقدرات قوية ليس فقط قدرة رئيس الوزراء القادم المكلف وإنما بقدرة الفريق الذي سيعمل سواء الفريق الوزاري أو الفريق الصاند للسيد السيد الأدنان الوزراء المكلف يعني عبارة ذكرت عبارة تحريك الشارع معرف أنت في مرحلة من المراحل اتهمتها أو وصفتها بأنك قريب من المتظاهرين ودعم إلى التظاهرات الآن هذا هل أصبح عامل قوة بأنك واحد من الخيارات التي يجب أن تكون مفضلة أم حسبت ضدك في مفاوضات مع القوى السياسية بصراحة الحقيقة أنا موقفي من المتظاهرين ومن الاحتجاجات كان موقف بدوافع وطنية بحتة أنا مطلع على عملية الهدر الثروة في قطاعات الدولة ونبهت أكثر من مرة لكن عجز النظام السياسي على إخراج هذه الطابقة الطفيلية من جسد السلطة والتي مارست امتصاص هذه الثروة بشكل منظم طيلة 17 سنة لذلك موقفي من الثورة والاحتجاجات هو موقف وطني ودافعت بكل قوة وبكل وضوح من واحد عشر إلى يومنا هذا هو ليس موقفاً ضد القوى السياسية وأنما موقفاً مع الإصلاح ضد الطبقات الطفيلية التي استنزفت موارد الدولة وشوهت سمعة القوى السياسية وشوهت سمعة العملية السياسية ولديه معلومات تفصيلية من خلال عملي في اللجنة المالية ومن خلال العمل السابق عن نوعية هذه الشخصيات التي ساهمت أوصلت البلد إلى هذا النوع من الانحدار المالي والاقتصادي والأمني لذلك أجد أن القدرة متوفرة لمعالجة هذه الملفات ولذلك هذا يخليني أسألك قادرين على تجاوز هذه المرحلة ولذلك هذا يخليني أسألك إذا أنت منها ستشد حزامك الولد راح يخافون من عدك لأنه أنت راح تضرب القوى الطفيلية وراح تضرب اللجان الاقتصادية وراح تضرب اللي يجيب القوشر مليان فتعتقد هذا إعلان سابق لهوانا ممكن أن يكون الولد يشدون أحزامهم عليك حقيقة أستاذ نجيم القوى السياسية غير مستفيدة ولا القيادات السياسية مستفيدة من هذا النوع من الطفليات التي يبتصت جسد الدولة القوى السياسية الآن هي الأكثر خسارة وبالتالي مثل هؤلاء الشخصيات هم يتخلون عن النظام السياسي ويتخلون عن القوى السياسية في أي منعطف ونراهم اليوم هم بدأوا في جلساتهم الخاصة وفي جلساتهم السرية سواء في داخل العراق أو خارج العراق التشفي بانهيار هذا النظام وانهيار القوى السياسية لم نجدهم مدافعين عن النظام السياسي لم نجدهم مدافعين عن هذه القوى السياسية لم نجدهم مدافعين عن القيادات السياسية الخطوة القادمة أن لا نرجع إلى الوراء خطوة واحدة وأنما نتقدم إلى الأمام خطوات كبيرة حتى نعالج المشاكل القادمة أن لا نغطس في مستنقع الفساد الذي غطس به من قبلنا في المرحلة القادمة علينا أن نوقف الآن وأن نفتح حيوننا الآن وأن نتحرك الآن لإيقاف مثل هؤلاء العناصر الفاسدة التي تحاول أن تربك الحياة السياسية العامة ثقيا أستاذ نجم أنا مطلع على أغلب القيادات السياسية وأغلب القوى السياسية وكوادرها هي كوادر غير مستفيدة من الدولة أبسط أكثر شيء استفادتها هذه القوى السياسية وكوادرها والتعينات في مؤسسات الدولة غيرها الثروات التي تبددت لم تتبدد في جيوب القيادات السياسية ولم تتبدد في مكاتب الأحزاب وإنما تبددت في مجموعة طفيلية استطاعت أن تستغل ضعف الجوانب الفنية وضعف القيادات السياسية وحداثتها في الدولة وانقضت على نظام الدولة استاذ عدنان شاياه الباقي البلد معقولة هذا البلد هاي التريليونات المباقت باقتها القوى الطفيلية والقوى السياسية كانت تتفرج وكل علاقة ما يلهاب هذا الموضوع يعني تدري مرات أنا ما أقول ما لها علاقة أستاذ نجم حبيبي أقول أقول الشيء الساسي أنا الآن مطلع على عملية الإنفاق أراقب عمليات الإنفاق بشكل يومي وأراقب الموازنة التشغيلية وأراقب الموازنة الاستثمارية وأقرأ كل البيانات وأشوف عمليات الصرف كيف تمشي في تسير في كل القطاعات المختلفة العملية الإهدار هدر المال واضحة بالنسبة لنا هي أكثرها في أروقة الوزارات في موازناتها التشغيلية وفي موازناتها الاستثمارية إذا رجعنا لعام 2014 2015 2016 عندما قلصت سيد رئيس الوزارات دكتور العبادي النفقات التشغيلية والاستثمارية في الوزارات نفس النفقات القليلة شغلت أغلب هذه الوزارات وكانت الحياة تسير بشكل طبيعي لكن للأسف عام 2018 وعام 2019 وبداية عام 2020 شهدت عملية الإنفاق انفجار كبير سببتها هذه الخيوط داخل الوزارات سواء في موازناتها التشغيلية أو في موازناتها الاستثمارية رغم أن مجلس النواب اللجنة المالية استطاعت وحسب صلاحياتها المخولة بها وفق القانون مناقلت أكثر من 5 تريليون من الموازنات التشغيلية إلى القطاعات الخدمية لقطاع الأدوية والرعاية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الخدمية استاذ نجم ثق أن العديد من الموظفين المدراء في العديد من الوزارات هم من سببوا هذا الإرباك في الحياة السياسية واستغلوا ضعف القوى السياسية لهذه القوى اليوم القوى ووفقا لما يجري من سيناريوهات خطيرة مستعدة أن تتنازل عن هذه الأذرع أنا حسب ما أتابع الآن أنا أشوف العديد من هذه القوى السياسية تحاول التخلص من العديد من هذه الشخصيات التي شوهت صورة النظام السياسي وهي مدعوة أيضا إلى التخلص مما تبقى من هذه الشخصيات التي أثرت على حساب المال العام ومارست نوع من النشاط السيء الرديء الذي استغل ضعف الدولة وضعف أجزتها الرقابية وضعف التعليمات والقوانين المختلفة وعبثت بالمال العام الآن علينا بعد أن شخصنا هذه القوى وهذه الشخصيات علينا أن نذهب أن ننفق المبالغ المخصصة في الموازنة على قطاعات محددة نستطيع من هذه القطاعات أن نزيد الإنتاج لصالح الخزينة العامة ولصالح المواطنين وأن نكف عن دفع النفقات سواء التشغيلية أو الاستثمارية للقطاعات التي يفترض أن تنتج نوعا من النشاط الاقتصادي أو تمارس نوعا من النشاط الاقتصادي المنتج إلى أن نحول هذه التخصيصات إلى قطاعات أكثر حيوية وأكثر نشاطا تؤدي إلى زيادة دعم الخزينة العامة في خبر اليوم يعني السفارة الأمريكية في رسالة للسيد عادل عبد المهدي تبلغه عدم ممانعتها أن يبقى في المنصب هل هذا هو واحد من الخيارات التي تبحث فيها على القوى السياسية وماذا لو لجأت إلى خيارا من هذا النوع أنا لا أعتقد ليس لديه معلومات ولكن لا أعتقد أن السفارة الأمريكية تتدخل في هذا الشأن وليس من حق أن تتدخل في هذا الشأن أن تبلغ رئيس الوزراء بأن لديه الرغبة في أن يبقى هكذا جاء بالأخبار المجتمع العراقي رافض هذه الحكومة هذه الحكومة استقالت ولا يمكن أن نعيد حكومة مستقيلة سببت في قتل أبناء الشعب العراقي وسببت في دمار المجتمع وسببت في هدر الاقتصاد ودخلتنا في هذا المأزق الكبير الذي لا نستطيع الخروج منه أعتقد أن القوى السياسية مدعوة إلى أن تتمسك بقرارها الوطني وأن تمارس دورها الوطني في اختيار سيد رئيس وزراء القادم ضمن المدة الدستورية القادمة ليمارس دورها في حفظ الأمن واستقرار البلد ولملمة البلد وغلق الحدود المنفلتة وتطوير علاقات العراق الإقليمية والخارجية وتوقيع معاهدات ذات نفع اقتصادي ونفع أمني للعراق وأنا سؤالي هذا ما كنت لأسأله إلا عندما تفاجأت أن دولة الرئيس عبد المهدي عاد نشطا اليوم إلى مجلس المزراء بعد أن اعتكف لأيام محدودات عن الاجتماعات هكذا بدت لي الصورة الحقيقة ربما هذا الخيار هو الخيار الأسوأ الذي يتناقض مع رغبات الشعب العراقي وطموحات أبناء الشعب العراقي ولا أتوقع أن القوى السياسية أنا سمعت من أغلب القوى السياسية أنها لن توافق ولن تقبل بعادة تدوير حكومة السيد الرئيسي الوزراء عادل عبد المهدي طيب المرشح الآن الذي اللجنة السباعية تبحث به هل لا بد له أن يمر عن نافذة الفتح وسائرون كما حصل مع اللاوي وكما حصل مع عبد المهدي أم أنه لا بد أن يكون بالاتفاق الجمعي للقوى الشيعية الأساسية الخمسة هم يذهبون إلى الاتفاق الجمعي لهذه القوى رضا القوى السائرون والفتح باعتبارهم قوى الأساسية الكبيرة في مجلس النواب وبالتالي رأيهم لا بد أن يحرز في القبول على الشخصية المرشحة كذلك الاستئناس وأخذ موافقة القوى السياسية الأخرى أعتقد ليس هناك رغبة لدى أي قوى من القوى السياسية تبني أي مرشح حاليا لأنه إذا تبنت هذا المرشح ستعترض عليه القوى السياسية الأخرى لذلك الأمر بات يميل إلى توافق أغلب هذه القوى السياسية وتقديم مرشح يكلف إلى تشكيل الحكومة القادمة طيب دور رئيس الجمهورية في هذه العملية هل القوى السياسية ترشح وبالتالي أورادي على رئيس الجمهورية أن يوافق أم له الحق في القبول وفي الرفض الحقيقة القوى السياسية تكلف إذا كانت ليست هناك مشاكل على هذا المرشح فالسيد رئيس الجمهورية مدعو إلى تكليفه بشكل رسمي وإذا كانت هناك توجد مشاكل قانونية أو مشاكل أخرى قد يلجأ سيد رئيس وزراء إعادة هذا المكلف طيب الآن الشروط والمواصفات والمؤهلات التي تطرحها أو تبحث بها اللجنة السباعية المكلفة لاختيار المكلف هذه الشروط والمواصفات هل وضعت القوى الشيعية لوحدها أم أنها تذاكرت مع قوى سنية وكردية متفقة معارضة وبالتالي عندما يكون المرشح هو مرشحا للجميع الحقيقة هي القوى السياسية الشيعية معنية باختيار شخصية لتكليفه لتشكيل الحكومة القادمة أكيد هذه المعايير تعرض بشكل أو آخر على القوى السياسية الأخرى وأيضا شخصية سيد رئيس وزراء يجب أن المكلف من قبل القوى الشيعية يجب أن تحظى بموافقات ومباركة القوى السياسية الأخرى شركائنا في الوطن وهذا أعتقد هي سنة سياسية اعتمدتها القوى السياسية وعرف سياسي اعتمد منذ 2003 ولحد الآن لا يمكن فرض رئيس وزراء عراقي على مختلف شرائح المجتمع وإنما يمثل الأغلبية الشيعية ويكون بتوافق مع القوى السياسية الأخرى طيب بما أنه أنت تقول أن مرشح رئيس الوزراء هو القوى الشيعية هي التي معنية به ويموجب نظام المحاصصة السياسية هو حصرا لها واستحقاقا لها هل هي هذه المرة حتى لا تصدم من جديد مسؤولة وملتزمة وستعمل على تمرير مرشحها للمرة الثانية لأنها تمتلك أغلبية سياسية فيما لو استدمت بمعارضة كالتي حصلت مع علاوي كيف سيكون الموقف هذه المرة تحديدا نوعية الاختيار هو الحاكم نعم إذا اتفقت القوى السياسية وحصلت قناعة لدى أعضاء مجلس النواب في شخصية المرشح وتم التداول والتباحث معه حول برنامجه الانتخابي حول ماذا سيفعل خلال الفترة هذه الحرجة الملفات الأساسية يجب أن يولد قناعة لدى الأخوة في مجلس النواب اختلف موقف مجلس النواب عن موقف القوى السياسية هل أنت متأكد ومقتنع أن القوى السياسية تبحث عن رجلا قويا يحكم العراق وقادرا على أن يتجاوز هذه الأزمات أم أنها ما زالت تبحث عن رجلا يؤمن لها مصالحها لأنها تريد الدولة عبارة عن دكاكين تفرغتها أنا أعتقد في مثل هذه الظروف القوى السياسية تفكر بشكل جدي لإنقاذ الوضع السياسي قائم في العراق لأن المصالح الضيقة ليست غاية نهائية وإنما المصالح الضيقة هي جزء من مصالح أكبر هي مصالح الشعب العراقي وأعتقد أننا مدعوين جميعا أو مدعوون جميعا إلى أن تتقدم المصالح الوطنية على المصالح الضيقة لم أسمع من أي طرف سياسي عراقي لحد الآن أن لديه شروط على المرشح بصراحة لم أسمع هذا الشيء ولم أسمع من أي جهة سياسية أن هناك ضمانات يقدمها المرشح هناك رغبة في أن يكون المرشح قادر لديه رؤية عميقة وقادر على حل حلة هذه المشاكل أن يخلق أدوات وأن يبتكر حلول سريعة من خلال النظام السياسي الحالي ومن نظام الاقتصاد الحالي ومن نظام الاجتماعي الحالي لذلك أعتقد أن هناك رغبة حقيقية لدى القوى السياسية للخروج من هذه الأزمة بخسائر أقل من الخسائر المتوقعة إن شاء الله الله يسمع من حقيقك وقد يكون هذا السؤال الأخير سال عدنان يعني هل أنت مع الذين يفكرون بأن المكلف القادم يجب أن يكون له برنامجا حكوميا بالتفصيل الململ أم أنك مع الذين يذهبون أنه طالما الحكومة الانتقالية وهي حكومة انتقالية يجب أن تكون لها مهام محددة تركز عليها في هذه الفترة حتى تستطيع أن تنجزها بسرعة وبكفاة بالتأكيد أنا مع حكومة قليلة التكليف أن لا يكلف رئيس الوزراء نفسه بما لا يستطيع ولا يطيق هناك أربع ملفات رئيسية عليه الاعتناء بها هو تحسين علاقة العراق مع المجتمع الدولي وإبعاد العراق عن شبح العقوبات الأمريكية والبريطانية وعقوبات مجلس الأمن الدولي والحصار الأوروبي وأيضا السيطرة على الأوضاع الأمنية المنفلتة في عموم البلاد وإعادة هيبة الدولة ومتابعة المجرمين الذين قاموا بقتل المتظاهرين وعرضهم على العدالة التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة نعم خلال العام 2021 كذلك ضبط عمليات الإنفاق ومعالجة الأزمة الاقتصادية ومعالجة أزمة مكافحة بيروس كورونا هذا البرنامج هو البرنامج الذي يجب أن يعتمده رئيس الوزراء المكلف وأن لا يغرق في مستنقع الأفكار والتصورات والبرامج لأنها طويلة وتحتاج إلى فترة زمنية وتحتاج إلى آليات وتحتاج إلى أدوات هي مفقودة الآن وتحتاج إلى تعزيز هذه الآليات بقدرات مالية هي مفقودة الآن ويحتاج إلى تعزيز قدرات أمنية هي مفقودة الآن عليه لملمة وضع العراق وغلق المنافذ السيئة وضبط الإنفاق وعدم السماح للمتلاعبين بالمال العام أن يمارسون ذات النشاط الذي كانوا يمارسونه سابق وأن لا يغرق بمنافذات سابقة فشلت فيها حكومة السيد عادل عبد المهدي هل تتوقع أستاذ عدناني شوكت تستلم كتاب التكليف؟ والله نجم أنت كلش متفائل أكثر من عندي يعني بهذا الموضوع حقيقة ننتظر للقوة السياسية يعني قد يكون أنا زرف فيها أكثر من الزرف في نفسه والله أنت ظهر يعني حسن ظنك بيه أشكر حسن ظنك بيه يعني وتمنى أن إذا اقتنعت القوة السياسية بالتكليف سأكون أخا وأبا وصديقا لكل أبناء الشعب العراقي وأحاول أن أبدل كل ما أستطيع بذله لإعادة الأمن والاستقرار العام وحفظ حياة المواطنين والمتظاهرين ودعم الاقتصاد الوطني وفتح علاقات وآفاق سياسية جيدة مع المجتمع الدولي وإبعاد هذا الشبح لأقوبات القاتلة على النظام السياسي والطبق السياسي بس عليك العباس موسي رئيس وخابرك ما ترد علي شي خلصنا منك نجم الأستاذ رئيس كتلة النصر النيابية الأستاذ عدنان الزرفي شكرا جزيلك على تلبية هذه الدعوة وشكرا لكم موسيقى شكرا لك أستاذ عدنان تحياتي لكم موسيقى قناة التغيير باتشر شوفوا النصر فانسولف بيه مع السلامة موسيقى 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 اشتركوا في القناة